هنروح لكرة اليد لسيدات واللي زي ما قلت في الخبر اللي فات انها بتستعد من خلال مباريات دوري المحترفين او دوري المرتبط اللي بتلعب في الاول بيبقى مهم جدا انه يبقى اعداد لبطولة افريقيا يمكن كرة اليد يعني كان عندها يعني فرصة او افضلية اكتر شوية ببطولة البصنة او بطولة الابطالة اللي تلعبت في البصنة ولكن السيدات ما عندهمش الابطالية دي ولكن بيحاولوا يركزوا اكتر في مباريات الدور يمكن فيه بطولة القاهرة شغالة كمان مع الدوري في دوري السيدات وكان عندنا مباراة مع هليوبلس والاهل الحقيقة فاز في هذه المباراة بنتيجة 48-14 فرق كبير ولكن يعني مش كل المطشط هتمشي كده يعني دايما يعني يمكن كابت المحمد عادل زولة اه لسكور 48 ولكن هو اكيد كان بيلعب بالفول باور لانه عايز يجرب كل اللاعبات ويلعب بقوة ولكن مش دايما كل المطشط في السيدات طبعا لعبتنا المحترفة السنغالية اللي جددنا معاه هذا الموسم للسنة التانية على التوالي المطشي كانت لعب مبارح على صالة الامير عبدالله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة وطبعا الفرق الكبير ده يعني ابتدى من شرط الاول لما خلص 24-5 طبعا اول مطشي في توت القاهرة كان يوم الجمعة قدام مركز شباب الجزيرة وفوزنا ب47-11 نتيجة كبيرة قبل ما نفوز في الجولة التانية على الظهور 41-19 فرقتنا بتحاول تستعد بكل قوة زي ما قلت لحضراتكم من بطولة أفريقيا الأبطال واللي هتتلاقي نهاية الشهر اللي احنا فيه في الكنغو برازافيل وهي الحقيقة الكنغو بتشهد يعني طفرة في كرة اليد واهتمام غير مسبوك في كرة اليد منتخبها كمان بقى من المنتخبات اللي بتتأهل لكأس العالم والبطولات الدولية وفي أفريقيا كمان بتطلع لأدوار عليا يمكن قادة هذا أو هذه الطفرة أحد المداربين الصرب يعني تولى قيادة هذا الفريق من خمس ست سنوات وطور كرة اليد في كونغو بشكل كبير جدا ترجمة نانسي قنقر